بنعيد على حضراتكم هذا الخبر اللي تدولته عدد من وسائل الأعلام الأمريكية الخبر اللي بيتحدث عن سيدة أمريكية من ولاية بنسلفينيا بتدعى جلوريا ووكر هي سيدة مصابة بالسرطان عربت عن أمنيتها في زيارة مصر وخلال الخبر تحدثت السيدة جلوريا عن هذه الأمنية قضاء أجازة في مصر والقيام بجولة بتشمل أهم المناطق السياحية والأثرية الموجودة في كل أنحاء البلاد ابن هذه السيدة هو اسمه داستن فيتالي بيبلغ من العمر 26 سنة وبيدرس التاريخ تجاوب مع أمنية والدته بيعمل الآن على تحويل حلمها لحقيقة بيقوم بالعمل ببيع شرائح الجبنة علشان يجمع تكاليف الرحلة لولدته اللي بتتمنى طبعا أنها تزور مصر إحنا بدورنا في قناة أكسلا نيوز بنتمنى شفاء العاجل لهذه السيدة وبنقول لها أن احنا كمان ممكن نحاول نلبي طلبها وانحقق لها أمنيتها بزيارة مصر بنحاول بالفعل الآن من خلال مرسلين في الولايات المتحدة الوصول لهذه السيدة والحصول على رقمها والتواصل معاها علشان نحاول نحقق رغبتها كمان بدورنا في القناة بنحاول التواصل مع وزارة السياحة لتلبية طلب هذه السيدة اللي كل حلمها وكل أمالها في الفترة دي إنها تزور مصر أمنية من أمانيها بعد ما سمعت عن كل يعني المعالم التاريخية الموجودة في كل أرجاء مصر وقرت عنها وابنها أيضا اللي بيدرس التاريخ قرر إنه هو يحقق لها هذه الأمنية وإحنا كلنا بنحاول إنه إحنا نحقق لها أمنيتها بزيارة نصر ترجمة نانسي قنقر